اهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هو تحت العمة ايه لو سألنا اي مسلم اي مسلم هو حد الزاني المحصن ايه حيرد علي على طول كده يقول لي حد الرجم الرجم منين جبتها يا شيخ انت وهو يا مسلم انت وهو يقول لي اه عندنا موجودة فين طب دور كده دور دور علي تلقى يمكن انيك شايفاء وبرضو بتدور يمسك المصحف يفتش ما يلاقيش الاية فين يا ودي يا مسعد فين يا ودي يا مسعد الاية راحت فين يا ودي يا مسعد ما تدورش ما تدورش ارجوك ما تدورش متعبش نفسك ان اقولك هي راحت فين نسخو التلاوة خلاص مش هنجد الاية لن نجد الاية في كتاب ربنا لكن سيبقى الحكم الله اكبر هذا كلام مهم جدا حتى لا تضل الامة كما قال فاروقها الاواب الذي فرق الله به بين الحق والباطل خلي بالك راوى الامام البخاري ومسلم واحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ وغيرهم وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال خلي بالك من كلام الفاروق بقى هناك من ينكر بل ويهزأ بل ويسخر قال عمر والحديث في اعلى درجة الصحة كما بينت قال عمر ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتابة فكان مما انزل الله عليه آية الرجمي اسمع اسمع التلت كلمة الدول يقول فقرأناها وعقلناها ووعيناها فقرأناها اي آية الرجمي وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده ورجم رسول اي لكتبت آية الرجم بيدي الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حقيم والذي نفسي بيده يقسم عمر والذي نفسي بيده لولا اني اخشى ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي ارجو ان يكون الكلام واضحا يا امة القرآن ويا امة التوحيد ولا تلتفلوا تلتفتوا لأولئك المهرجين ايوا آية الرجم نزلت طيب حلوة اوي فينها يا اخويا الوراجم رسول الله ورجمنا بعده يعني خدوا بالكم بعده يعني بعد ما مات رسول الله طب يا اخويا راحت فين آية الرجم راحت فين يا اخويا خايف لحسن يقولوا ان عمر زود طب ما احنا بنقوله ان عمر كالها كالها ايوا كالها ما تزعلوش مني هقول لكم كالها ازاي انتي تعرفوا ان عمر سأل ابي ابن كعب ده واحد من كتاب القرآن الحفاظ الرسول قال عليه خدوا منه القرآن خدوا من ابي ابن كعب القرآن من اربعة منهم ابي ابن كعب قال له فين آية الرجم ده عمر اللي بسأله قال له ايه انت ناسي ولا ايه يا عمر فاكر لما كنت باستقرقها لرسول الله ضربتني في صدري وقلتلي ما تستقرقهاش عايز تستقرقها عليه يعني يتراجعها عليه وفي الشباب عندنا الرجالة يتسافدون تسافد الحمر يعني كل المسلمين حيترجموا يعني تسافدون تسافد الحمر يعني الجماع بتاع الحمير يعني لمه اخذر فكله كان بيشتغل كله مع كله لما تشوفوا قلو يعني فده السبب طيب السبب التاني ايه ان آية الرجم كانت موجودة فين في صورة الاحزاب وصورة الاحزاب كم آية حاجة وتمانين آية حوالي ستة وتمانين او تلاتة وتمانين آية تلاتة وسبعين آية طيب نشوفها بقى الاحاديث الصحيحة بتقول السيد عايشة وغيره 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 قالوا ان صورة الاحزاب كانت عادل صورة البقرة وكانت فيها آية الرجم ما كتبت تكتبها ابن انت وهو ولا انتو عاملين نفسكم انكم حفظين الكتاب وان الكتاب ده لم يحرف ولا غيره وتتهموا الاخرين بالتحريف اهو باعترفكم في تحريف لان الآية كان بيعمل بيها الرسول رجمه ورجمنا بعده ومين اللي ضياها ضاعت ولا اتكلت في الوبا كده علشان المسلمين ما يترجموش في الوقت الاسلام اللي انتو بتقولوا الاسلام الاسلام كان يطبق في هذا الوقت كان يا سيدتي الفاضلة وسيد الفاضل كان الاسلام لا يطبق ولا في حد رجم ولا غيره انا ممكن اقول لكم تسألوا الشيوخ دولة هو تحت العمة ايه اشتركوا في القناة